ونروح لخبر يخص الألعاب القوة تعرفين طبعاً لعبنا كبير رامي الرمح إيهاب عبد الرحمن واللي مر بظروف كتير صعبة الحقيقة يعني إيهاب عبد الرحمن من اللعبة اللي بتفايد بشكل لا تتخيلوه لعب مقاتل من العيار الأول تحدى الإصابة تحدى الإيقاف الدولي تحدى كل شيء النهاردة إيهاب عبد الرحمن يتوج بذهبية رامي الرمح في الدورة الذهبة للألعاب القوة بكينيا ألف مليون مبروك إيهاب يعني ربنا يكرمك ووفاك أنت كان عندك حلم في بطولة الأمبيات اللي فاتت وصدفناك ما توفقتش فيه بس بإذن الله ربنا هيعوضك تعويض كبير إيهاب عبد الرحمن اللعب منتخبنا الوطني على العاب القوة ونجم النادي الأهلي حقق المديلية الذهبية في بطولة الدوري الذهبي والتي تلعبت منذ أيام في العاصمة الكينية نيروبي إيهاب حقق المديلية الذهب دي بعد ما كان سجل رقم 83 متر 79 سنتي وتفوق على بطل العالم الكيني جوليس يوجو واللي جيه في المركز الثاني برامية 79-59 متر وجي الجنوب أفريقي يوهان في المركز الثالث بعد ما حقق 79 متر و11 سنتي نجم الأهلي كان شارك في المنبيات زي ما قلت لحضراتكم الأخيرة كان كله أمل وطموح إنه يقدر يحقق مديلية ولكن يعني هو رجع واستعد في حوالي شهر فكان صعب جدا يحقق مديلية وعايز أقول لحضراتكم كمان إن إيهاب عبد الرحمن عنده أمل وعنده طموح متمسك بيه وهو مديلية أولمبيات طب إحنا بعيدة عندها لا البطولة أو الأولمبيات القادمة عشرين واربعة وعشرين هتبقى في فرنسا الموضوع الحلمي مش بعيد سنتين هنرمض ونفتح هنلاقي نفسنا في بطولة الأولمبيات وكمان الجميل هنا إنه قدر يتغلب على بطل العالم يعني هو مكسبش البطولة دي في غياب أبطال العالم لا هو طلع أول على بطل العالم